ما فيه قانون بيمنع مسلا المصارف انه تدين باماكن شديء فيها خطر كيف لا كان ايه مش بس انهم هادي اقل شي هو رب العائل الصالح لما بيدير اي شركة مش بس مصرف بده يعرف كيف عم بيدير بعدين انا وانت وكل شخص هلا انا اوكي خبير في الاسواق المالية يعني فينا مدعي ان احنا عليهم انه مسلا في كتار الضعو مصاري بدينوها لبيئة ماكن شديدة الخطورة من مضلونة في دعاوة مقامة ولكن عم توقف عند الاستقناف يعني اللي عم تقطع بمحكمة البداية عم توقف بالاستقناف لانه في مثل اتفاق يعني على صعيد البلد انه بتكون تعملوا دعاوة على المصارف طب وبعدين يعني كل المصارف عملوا دعاوة وما في مصاري ما في مصاري وان بتكون توصلوا نعم يمكن انا بقول بين الدعاوة بانو نروحها هيك دعاوة وبان انو يعني للأسف اللي طرحتها الموضوع وما اجينا يجوا بالشافة واني جمعت المصارف اليوم ومش عم نسمعهم بيصرخوا ويقوموا يقولوا انو يا خي ما حدا يندقلنا بما تبقى من ودقنا بعدين هيدا الدهب كمانا بس هن رأسمال او ارباحن هن كمصاريف اخدوها لبرة ما منعرف مظبوط اذا كله اتاخد ولا باقي منه هون لانو فيه السرية المصرفية ما منقدر نحكم ما في شك يقال يعني لا انا بقدر اعرف ولا حضرت يعني هون خسائر للمدعين مش للمصاريف ما في شك حتى حتى لو الخسائر ولو هن ما ظهروا مصرياتهم ولو الخسائر للمصاريف هن مسئوليتهم بقوله زنبوا عجنبوا مسئوليتهم رأسمالهم لما بيخسر مدير الشركي رأسمال الشركي ما بيجو بياخد من مصرياتي اللي مدينينو فازن اول واجب باي افليس مصرف تدفع للمدع قبل ما تشوف رأسماله ترديله لصاحب الشركي ماله يعني بغض النظر عذا ضهر امواله ولا لا بيحقولن للمدعين قبل ما يحقوا بس هلأ فلتين البلد يعني هلأ فلتين بس برجع بسأل وانني جمعية المصارف بعدين اجوا عملوا جمعية المدعين راحوا قبلوا الحكم بتسعة بتسعة نوفمبر بعض الضهر ضهروا من هونيكي عم يحكوا عن الليرا الرقمية اي شو هيها يعني تشرح لنا ايها الليرا الرقمية هي عملة الالكترونية يعني اذا بنا نعقدها كتير في فرق بينها بالعملات الالكترونية في نوعين راح حكي عنون وبعدين برجع بسهلة لانه في كتار عم تختلط على الامر العملات الالكترونية مقصومة قسمين العملات المشفرة العملات المشفرة عمتل كلنا بنسمع بالبيتكوين هاي دي عملات لا مركزية ما بتصدرها المصارف المركزية تصدر على حواسي بكمبيوترات بالعالم بيديولوا فيها وما في عليا رقيب هاي دي عندها تقلبة حادي وغير مراقبة وفيها 6700 عملة مشفرة صار وهلا عم تعمل ارباح كتير هلا عم يطلع على البيتكوين كتير وبعد متوقع يطلع اكتر بكتير بكتير مما البيتكوين نعم نعم يعني اللي عنده اموال برا يمكن احسن استثمار هو اليوم برا بالبيتكوين وفي عملة تانية مشفرة بتجي من بعض البيتكوين اسمها اثيريوم يلي هي رح تعطي ارباح بعد اكتر بكتير ولكن الاسم التاني من العملات الالكترونية هي العملات الرقمية وهي عملات تصدرها المصارف المركزية عملات مركزية تراقب وتصدر من قبل المصارف المركزية وتقلباتها مش موجود اي تقلبات لانه هي حكما مربوطة مية بالمية بالعملة المحلية يعني ما فيها تطلع وتنزل تطلع وتنزل متل الليرة بدأ تكون نفس الشيء يعني هي كأنه حولك مصرياتك على الليرة هاي هي ليرة رقمية رح تكون بس تسهلها بس بأي سعر يعني لا هي بنفس السعر لازم يعطوها هلأ بعدين بيصير في حوافز يعني تنول مسارا واحد معه الف دولار بها البنك اه مش مش الف الف بدو صاحبك يعني تلات 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 تسعمية مسارات تلات 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 تسعمية ممكن تيشجعوك تاخدي هادي انا اقتراحة بيطلع من عندي نقدر نفهمها كيف هادي الليرة الورقية الليرة الرقمية قبل خليني شوي وضح لك للمستمعين مشاهدين كيف اسهل شي نفهم الليرة الرقمية بتعرف اليوم كروتة التشريج تبع السلولير نعم ما بيجي واحد بيشرج له من تليفونه عاديك التليفون ويديك بيشرج للمحل اتبري مساء انه فيتشتر اغراض وقاله رح شرجلك عا تليفونك بالمحيب من هادي نفس الشي فازا رح يروح هادي الشخص الموضع بروح على البنك بيقل له عندي الف دولار بدي اسحبه بيقل له البنك اوكي بك تسحبه ورقيا ولا رقميا اكيد هلا بقدر الناس رح تقول له ورقيا خيشو بدي انا بالرقميا بس من هون انا كنت عندي اقتراح انه مصرف لبناني يقول انه اذا عا تليف تسعمية بتسحبه ورقيا بس بما انك اذا تسحبه رقميا بتوفر علي طباعة لانه لها كل ستة فبقدر سحبك يمكن ما بديعطي ارقام يعني ممكن اربعة تالف وخمسمية ممكن خمس تلاف ممكن اربعة تالف ومئتان ويمكن ست تلاف ما بعرف بس ممكن حسن له السعر اذا بيخدها رقميا هاي اقتراح برجع بقول هادي مش صادر عن مصرف لبناني ولا عن حدا بس هدا هو هاي الفكرة الفكرة انا بالنسبة الي انه بدون يعطوا حوافز يمكن بكرة يجو الوليك انه بدك ندفع لموظفين الدولة ندفع لهم رقميا هادي حكمك وربك يعني رح ندفع لك رقميا على تليفونك هلا هي مش المشكلة اذا رقمية او مش رقمية بيستعامل فيها الواحد بيتعامل فيها لكن المشكلة دا بده تكون الايميل اللي رح يعني يحصل فيها على امواله باعتقد المشكلة رح تكون لما رح يروح عند الصراف بدو يشتري فيهم دولار اذا الصراف رح يقبله ولا لا هادي هي المشكلة هلا ما في يحولهم لدولار يعني ما هو اذا رحت رح بدو يشتري من عند الميكانيسي ها بدو يصلح سيارته بدو يشتري بدو يقول له بدفع لك ليرة رقمية بدو لي لا لا خي يعطيني انا ليرات ورق انا عم بيشتري هايدا هوني بدت نقع بالمشكلة يلي اليوم عم نقع فيها بالزيت انا اليوم عم بيشتري الشغلي عم بعطي دابيت كارت تبعيتي قال لي لا اترون با مبارح ايه مشكلون بقى ايه هلا بطل بكرة كماني ممكن لينيس بقلك رقمية انا ما بدي يعطيني ليرات ورق شو بيصير ساعتها بيصير متل ما صالي اليوم بس كيف هلا بين الشيكات اللبناني والنقدي اللبناني في فرق شي سبعة بالمية ممكن او ايه سبعة ونص بالمية اليوم اذا واحد اذا بيصرف اذا بيصرف شاك يعطوه مقبيله نقدي يعني هيك بالسوق السوداء يعطوه مقبيله نقدي لبناني عم يعطوه على الميت الف مثلا بيعطوه يهن تلاتة وتسعين الف نقدي اذا ليرا حتى اذا تشاك ليرا صايرين هلا اذا تشاك دولار ادي عم ياخدوا منه اه هلا صارو التلتين بيروحولوا اياهون يعني هلا بفتكر بالخمسة وتلاتين ستة وتلاتين سبعة وتلاتين ونص بالمية بس هول بيعتوه من وين بيجيبوا دولارات هلا بس السوداء شو بيفوت دولارات وبتعرف في دولارات عم بيفوتوا بطريقة غير شرعية وفي اللي عنده ببيته عم بيجرب انه يخي برجع بياخدهم بس انا بتصور عنده ببيته ما عم يقبل بقى لا ببيل شك دولار ولا شك لبنان يفرق بالله عم تمسك فيهم هلا من هنا عم يجو الدولارات بنعرف انه فيه احزاب بتفوت وفيه غير مداخل غير منظورة فيه كمانا مثلا من المختربين اللي عم يجربوا مثلا يشتروا بيوت هوني عم يبعثوا او واحد عم يبعث لأهله عم يبعث دولار نقدي بيقلك انا اوكي بياخدوا ثلاث مرات زيادة بعرف بنوكي ما راح اعطي اسمية فيه بنك معين اليوم اذا بتبعثي له مئة الف دولار نقدي من بره تبعثي له هون فرش مان مش بدروري نقدي تحويلي بيعم حطولك يوم بالحساب ثلاثمئة الف اه بالحساب بيصيروا ثلاثمئة الف فيه بنوكي غيرها لا عم تضربها باثنين بس فيه بنوكي مين بدو يعملها هلا يحط بالحساب عم تصير عم يبعثو بس شو بكيف يعني مين بعد بيحط بالمصارف اليوم ايه هلا اكتر شي عم بيصير ياللي مدينين ايه وعندو بره مصاري بيقلك بد ما ادفع هون ثلاثمئة الف بيجيبلو مئة الف من بره بكون سكر الدنيا طيب انهيار الليرة نعم شو الاسباب اللي قديت يعني وشو الفرق حضرتك عامي الكتاب عبرها هلا لفوندرمون دولاليفر ليبانيز من سنة 82-92 صار وقته في انهيار للليرة ولكن الوضع كان مختلف كليا عن انهيار الليرة اليوم لانه اليوم مش بس نهارت الليرة نهار القطاع المصرفي نهار القطاع الخاص نهار كل شي صح الفرق الكبير بين وقته وهلا انه بوقته مع كل اللي صار كنا بوضع احسن للأسف وهلا اذا بعمل مقاننة منشوف اذا الوضع الاحسن كيف كان وكان بالحر شو رح يصير فينا الوضع كان احسن لان بوقتها كانت الدولة فلسة بس القطاع الخاص كان مش حلو عم يربح هلا بوقتها كان عنا مثلا المصارف كنت شو ما عايز واحد بيوصل على البنك اعطيني خمسمائة دولار نقدة بيعطيه خمس تلاف مئة ألف دولار نقدة بيعطيهن لانه ما كانوا المصارف مدينين مصرياتهم او الودائع تابعوا للناس ما كانوا اعطينا المصرف المركزي كانوا حطينا عند البنوك المراسلة في الخيرج فاذا بكل سهولة بعرف احد المصارف وقته انا كنت بالقطاع المصرفي قبل ما سفر على فرنسا صار فيه اشياء على مصرف معين فدغري اتصلوا بالمصرف المراسل بيعطلهم مليون دولار نقدة ستفوهم على الصندوق فرجوهم للعالم الدولارات نقدة لهم تفرجوا ليه بيحب اهله وسهله ها دولاراته بس بيسكر حسابه عنا ما عادت الناس سحب دولاراتها كانت موجودة فاذا هذا فرق كبير كانت الدولة مفلسي انما القطاع الخاص كان ماشي حلو بالمقابل كمانا كان في عنا صحيح كانت حرب وويلات بس كان فيه دخول اموال لتمويل الحرب السرية المصرفية كانت موجودة كانت كليا موجودة كانت كل الاموال غير منظورة تدخل ما حدا نشوفها كان فيه كمانا تمويل الفصائل الفلسطينية كان فيه يعني اعتبر كل الميليشيات كان يوصل لاموال وبالتالي كان فيه اموال ما كان فيه سياسة انه نحافظ على سعر الليرة بوقتها ما كان فيه محافظة كان لما يدخل مصرف المركزي يجرب يهدي من طلعة الدولار واحصاءات اللي عملتها انا بعكس ما الناس تتخيل بوقتها فكروا انه المصرف المركزي بدد الاحتياطي غلط عملت انا احصاء وتبين معي المصرف المركزي كان يشتري اكتر ما كان يبيع كان يدخل باقعا وشاريا ولكن لما يصير فيه بانيك وينزل السعر يركض الليمون هو فاشترى اكتر ما بيع ولكن وين راحوا الدولارات وصلنا بوقت من الاوقات الاحتياط ل333 مليون دولار يعني نزل اكيد بوقتها كان الاحتياط يبقى 3 مليارات مش هذا نزل ل333 مليون وقفوا وقتها طلعت السرخة من مصرف لبنان طلع بيان بقول نحن وقفنا الدعم بس لا ينزل لهالدرجة الاحتياط بوقت اللي كان مصرف مليار عم يشتري اكتر ما يبيع لسبب انه كانت الدولة تطلب منه بدي يجيب سلاح الدولة تقول له بدي يجيب فيول بدي يجيب دعم كان في دعم من وقتها كان في دعم للفيول للمحروقات كان في دعم للأمح وهو دي استهلكه يعني هلا عم نحكي عن الدعم بكتابة كان اوضحت وبيّنت بانه ليستهلك احتياطي مصرف لبنان بوقتها كان اكتر شي تمويل احتياجة الدولة ودعم القمح والمحروقات هلا عم نرجع نفوت فتنة اصلا بنفس الموضوع الفرق بانه هالمرة المصارف يعني اموال المصارف موجودة موجودة يعني هالمرة عملنا الدعم وعملنا اه جمدنا سعر الليرا ذاتينا مرة بيقول الحاكم انه واحد وعشرين مليار دولار اه تحت لجمدنا الليرا دولار على الف خمسمية بعدين رجع بمطرحتين بيقولوا انه لا تلاتين مليار او اربعين مليار يعني فيه ارقام كبيرة كانت هيدي بس لتجميد الدولار على الليرا على الف وخمسمية وهوني بين هليلين نحن اللي خلينا نصرف كتير هو انه جمدنا على الف وخمسمية غير التدخلات صرفنا كتير لنحافظ على سعر الليرا يعني بقي بيت ما فيه يجيب خدمة على بيته صرنا اذا سفرنا على فرنسا انا وقت كنا سفر على فرنسا رخيصة بالنسبة للبنان ونحن عايشين عم نصرف يعني حتى تياب اللي نشتريها من برا ارخص من لبنان نفس السعر بس انه وين هوني جمرك وهذا فبالنهي هيدا كان فيه انسيتاسيون تحفيز على الصرف وعم نكبر الاستيراد وهيدا هيدا كله كانت اخبار يعني كان فيه مشكلة بميزان المدفوعات كمان بالنسبة للدولار يعني عطول ميزان المدفوعات عنا اساسه نحن ننتج اقل مما نستورد وعايشين على بأوائل السبعينات اجت بحثة خرجية يعمل الدراسة عن الاقتصاد اللبناني تبين لانه اللبناني بيصرف مبلغ اكتر مما بيطلع فتشوا وهاي ما كانوا اللي اجواب سموها الاعجوب اللبناني سموها الاعجوب اللبناني والاعجوب اللبناني كانت الاموال غير منظورة اللي بتفوت وبالتالي الاعجوب انتهت متل شو اللي بيبعتولن اموال يعني عندك اموال تجارة المخدرات والسلاح وتبيض الاموال والتهرب من غير بلدان كمان كان يجي سياسيا يهربوا بس هوا عداش في بشر مستفيدين منن لبنان عايش عليهم شكل مباشر او غير مباشر لبنان عايش عليهم فترات طويلة اليوم خلصت الاعجوبة كيف خلصت الاعجوبة اليوم امريكا بطريقة الوفاك وغير قوانين طلعتها جمدت كل امكانية اليوم اذا بك تفتح حساب مليون سؤال اذا بديك تحول تحويل على لبنان او من لبنان في مليون سؤال عليه فبالتالي خفت كل ها الامكانات هاي ده من الاموال يعني كنا عايشين اقتصاد وهمة مبني على اشياء مشروعة وغير مشروعة واموال بتفوت واموال من هون عايشين عام فهي ده ما بيبني اقتصاد على المدى البعيد ابدا يعني عايشين بالتفنيس بالتفنيس هلا عم نقطه في سمن دكتور فادي خلاف السؤال الكبير اللي بنا نسألك اياه ودائع العالم بالمصارف نعم يعني اغلبية اللبنانيين ما فكروا انه راح يطيروا مصرياتهم فكروا يمكن الليرة حولوا مصرياتهم عالدولار نعم وبطلوا يقدروا يسحبون وبقيوا بهالمصارف السؤال الكبير الناس كلها عم تسأل طاروا مصرياتنا جانا عمرنا طار طاروا نعم طاروا الى الرجعة خلينا نحنا يعني اليوم بيزدوا كلمات ناس ضاعيت خلينا شوي نحسبها الاموال ان وضعت مصرف لبنان نجي منطلع بمصرف لبنان اليوم بدى منه المصارف غير الموجودين حاليا بعد 17 مليار بدى منه حول السبعين مليار دولار كانوا ستة وخمسين مليار من سنة وقت بلشت الثورة هلأ صاروا سبعين مليار يعني كل سنة بدون اكتر لانو عم يستعمل منهم وبالتالي استعملوا متل واحد دا ينتين مصرياتك وراح صرفهم هلأ جاي عم تقليلو طيب شو مصرياتي وانني عم بقليك صرفتو طيب هل صرفهم هي الدولة عندها املاك عندها امور اخرى انطرحت انو ليش ما بتستعملها ايه املاك يعني شو عند الاراضي هلأ انا لما بيصير يحكو كازينو وشركة طيران الشرق الاوسط وهوضي مع توظيف معها خطة معينة ممكن مع الوقت ترجع نبني القطاع المصري فيه هلأ بقيام الخير هوضي ما كانوا الدولة الدولة على مصريفة بدون هلأ مبناء باتجي بيه عندها اراضي كمان يمجي انا فكرت بشغلي يلي ممكن يعني انا لو افكر بشغلي فكر فيها على حالي انا انا لو بقدر طلع اي قرش من البنك ما بخليه شو اللي ما اقولي خليني اتأمل هقولي اتأمل انو يخي عنا بيترول نحنا لو ما عنا فساد لو اذا قدروا زبطوا هالدولة وشالوا هالاشخاص كلها الفيس دي يلي هو ما بعرف متين كيف ممكن تصير بعرف عم بتضحك هذا اصعب شي ممكن هذا اصعب شي بس ليش عم بسأل مدام الان عم بسأل انو نحنا كان اول سؤال عم بطرحوا على حالي انو نحنا اليوم لو صلحنا البلد وجبنا ناس قوادم وجبنا سوبرمان بحط زيتو اقعدني هاوني شو بيرجعنا 93 و 100 مليار دولار داين اللي صار فينو هيدا رح يجي حطن نا بدو جيمو تدريجا ما بيرجع تدريجا نا بدو جيمو بتدريج بس ما بديك تعطي مصاريتا يعطيكي جيد فكرت انو بعد في عنا شغلة اسمها البترول منجيب ديون يعني بس ضمن خطة ما هاي ديون وديون قده بدون ندينوكي ما انت اصلا فلس عندك حدا بدين شخص انفلس عليه 100 مليار بعد بدون ندينو عرفين ما رح يرجعوهم ما رح يرجعو يندفعو ليش ما بيشاركو يعني هاكي اجتني الفكرة مبارية نعم يشاركو هالشعب بها البترول لان بيعملو لهم شي مؤسسة طب لا يصل على البترول بالاول البترول بالالفين وسبعة وعشرين الفين وثمانة وعشرين طي يطلعوا لانه اصلا قابل انا ماني شايف رح يرجعو الوديع ما حدا ينتأمن اليوم خلينا نرجع على نقطة هستبري صندوق النقد الدولي بعد سبع سنين ممكن يرجعو انا برأيي لا بس انه ازا لانه بكرة بس يطلع البترول رح يسرقو بس يطلع البترول ازا بقيو نفس الاشخاص رح يسرقوه مثل ما سرقوا الباقي بس فرض ان رازي من ضل نسمح لون يسرقوه هايدا صف الشعب يلي مشكلتك نزل بالثورة ما بدي فوت بالسياسة بس انه كما انا شخص لبناني لو ما بتعطى بالسياسة لو ما بتعطى السياسة بس انا شخص بتفاعله وعيش باللبنان يعني نزلوا بالثورة وشوي بعد شوي صفة كل واحد كلهم يعني كلهم ما عدا الزعيم تبعولو انا ازا الشعب هاكي يعني الليل اللي تعرفي فيه امكان صار خمسين وستين بالمية هلا عم بقولو انصار ستين بالمية من الشعب اللبناني ما بقى بده زعمه بس تعيحكيهم مع بعضهم بقلب عالطرقات وهيدا فبالنهية هل بيصير فيه بعدين شركة معينة هي بتستثمر هل بترول بيكونوا المدعين مساهمين بهالشركة مقابيل الاموال اللي اخدوني اياها او عم بيقولون نعطيكم اسهم بالمصارف لها تب اسهم بمصارف فلسي شو عم تعطيني تخليلك اياها يعني ديما ما نفكر بسمع كتير انا بانو اوكي في خطة مالية في مساعدات وهي دا يتبخيه هودا اذا اجوا مش تاي وزعونا على الموضعين هودا اذا اجوا تاي ماشوا فيه انجا قدروا يمشوا شوية من الدولة را عطيكي مسلا اذا بجي يجي من صندوق النقد الدولي تلاتة لخمسة مليار دولار اذا شقت حالة على خمسة سنين يعني مليار ونص مليار مليار ونص بالسنة ساد رح تجي كمشاريع مش رح تجي كاموال طب نحنا بالشهر بنا تمينمئة الف بنا ستمية بده اقول ستمية مليون مينمئة مليون يعني بشهرها ميكون اخدناهم وان البيئي كمنا نعيش فمشكلتنا بترجع دايما نحنا في عنا قعد في عنا جورة كبيرة بين الاستيراد والتصدير وفي جورة فوق هادي في جورة نحنا اصلا حفرناها وصرنا جوه هتا تاعت تاعت هادي نعم ابن الدور فادي خلف حضرتك كتبت مبارح مقال كيف بمعنى يعني كيف تنقذ اموالك وداعك في 2021 يعني في طرق لو واحد مثلا يخلص امواله من المصارف يعني الطرق يعني في ناس فكروا بلحظات بشراء عقارات بس العقارات منيحة بس بدك منيق بالشاكبانكير او عم بيعوك باغلى من سعره صح بكتير باول ستة شهر من 2020 اللي اشترع عقار زمط بينما هلأ صار اللي بدوا بيعك عقار بيقلك بدي 40% نأدة لانه يطلبون كلهم نأدة صعبين حدا نأمنوا عم بيطلبون 40% مثلا نأدة او بيقلك اذا بكتعطيني الشاك بدك تضرب السعر بمرتين او ثلاثة يعني كل واحد بيطلو على زوقه فهون صار في مشكلة ما بعش اذا واحد بيقتنع اليوم يشتري البيت بدوبل عن سعره مثلا الشقة بدوبل عن سعره بدوبل بخسارة معينة اتأمل انه ترجع اسعار العقارات تطلع ما بعرف قديش بده لترجع تطلع بها الازل هلأ باعتقد الهدف الاساسي للي عندو ودائع شغلتان اول واحدة يخلصن من القطاع المصري في بالكي صار هيركات يعني ما عطرف ولو فيه او اجو قلولون يا خي هاودي خلص شنلك منهم 80% 60% باعتقد ان بديو حطهم بشي محل يبدو حطهم بعقار وسعر حتى بديو يشتري سعرها باغلى من السعر يا اما يشتري اسهم شركة سوليدير بالبورصة بعرف انو عطينا شوات الامكانات شو ممكن يسيرو مثلا بمصر لما انهار سعر الجنيه المصري ما يبقى للدولار ارتفعت البورصة عندهم صارو الناس يهربوا من المصارف يهربوا اموالهم يشتروا فيهم اسهم بالبورصة للأسف انا وقت كانت رئيس بورصة القطاع المصرفي كان دايما وقت نعمل اي شغلة يجرب القطاع المصرفي يحطم فيها تيخلي الدولارات الليرات او الدولارات او الودائع عنده لانه تعرفي الاقتصاد بيمشي على دولابين الودائع يابتروح على المصارف يابتروح كاستثمارات بالبورصة فكان كل شي يروح صوب المصارف وهون شو قصد يعني اسهم المصارف اللي كانت بالبورصة لا لا كانوا بدون يهوى دائع عندهم اكتر ما هي صوب المصارف تعطيك شو قال رئيس لجنة الرئيبة على المصارف الامريكاني بالفيدر ريزير لما اجا على لبنان بالالفين وواحد قالوا يا عمي عندكم مشكلة بهالبلد هدا البلد ماشي على دولاب واحد وان دولاب السبير لانه بكل بلدين العالم عندك قطاع مصرفي وقطاع بورصة قطاع رأس مال بيقولولو طيب حتى اذا واحد من هالقطاعين كبا يعني كبوي وقع التاني بياخد عنه هدا اللي صار بمصر لانه عندهم بورصة ناشطة بس وقع القطاع المصرفي والدولار والجنيه راحوا كلهم اشتروا اسهم شركات عندهم شركات كتير بمصر متين وثلاثمائة شركة مدرجة وشركات ماشي اشتروا فيها العالم خلصوا اموالهم من المصارف نعم نحن بلبنان قالهم ما عنكن دولاب السبير قاعدين تنفخوا بهالاطار تبع المصارف اهترى تباج ومش محضرين البورصة لانه كتير اشي يعني طرحنا مشاريع كان دائما تعرقل لانه كان دائما توجيه اي اي اموال موجودة للبنان على الودائع في المصارف ما تروح لمحل تاني نرجع لقصد شوق شوق شراء اسهم بتروحي عبر ست بيروت اليوم عندك اسهم مصارف ما حدا ركيش تريد اسهم مصارف وعندك سوليدار في شركة الطرابة يعني اسهم سوليدار ارتفعك بالفترة اخيرة بعد ما كان صار لها سنوات على رقم صغير ارتفعت من الخمسة دولار عالستعاش بسبب اللي صار بالمصارف لانه الناس عم تهرب اموالها من الودائع تحطهم بالسوليدار بتقليلي بعض رح يطلعوا بلك ما بعرف بس السؤال انه اذا واحد يمكنش بده يقارن اليوم كيف فيه يدفع تشيك بنكير هايدي سهل كتير يعني حتى بروح على المصرف ده بيقل له للبنك شتري له اسهم بسوليدار بيتصل البنك بالانفستمنت بنك المصرف الاستثمار طبعوله بيقل له شتري له بيشاره بالوديعة ما في زوم لا يسحب مصرياته هايدي اهميتها هي انه سهلي وبيكون اشترى شيل مصرياتهم من الوديعة واذا طلعت الاسهم بيربح فيها اذا طلعت الاسهم بيربح فيها اذا ما طلعت وبيقيت واقفة بيكون على القليلة ضمن ما بيصير عليهم هير كط هلا وبيعون سهل بكيه؟ بيعون سهل بيمبيعوا بسهولة اكيد للكميات المتوسطة والصغيرة لكميات الكبيرة بالملايين هايدي صار غير موضوع بدو شقفهم كل يوم شوي السؤال اللي بيطرح انه طب لما نبيعهم بدو يرجعوا يصير وديعة ساعتا بدو يقول الواحد انه اوكي انا بشتريهم وبتركون يعني طالما الازمة موجودة بدو خليهم ما فيه يتصرف فيهم كسيولة لا بدو خليهم ساعتا بالسهم تكانت يعني بدو ينطر هالسنوات لا يقدر يستفيد منهم حتى لو اشترع عقار نفس الشي كمان اذا شرع عقار اذا اقرر يبيعه مثلا لا يستفيد منه رح يتفعوله تشيك بونكار ايه الا اذا اشتري صدفشي حدا جاي من بره ودفع له صح بيدفع له بس شو عم يدفع له ايهن تلتة يعني بعرف شخص مثلا عم بيبيع شقته ب300 ألف ايجوا عرضوا عليه بنعطيك 100 ألف نقدي حدا من بره يعني كمان اصفت القصة بيعطوا ايهن نقدي رجعنا على اللغة انه بين الشيك وبين النقدي تلتين بتلت بس هيدا كمان يعني موقف كل شي يعني موقف كل شي طيب عرضت اشي امور اخرى كمان شرع عمولات الكترونية في العمولات المشفرة في الدهب في الفضة كمان اذا بنا نحكي بمسلا الدهب اليوم اذا واحد سحب دولاراته من البانك وخسر فيهم لعطيوه ايهن نقدي يعني تعرفي سحبهم لا في يسحبهم ليرة على 3900 بس ما بيعطوه ايهن فرد مرة لا هاده هي المشكلة يبديو شي كاكزا سنة ليسحبهم صح هلا اللي عم بيصير انه في شك ليرة عم بيخسروه فيهم سبعة سبعة ونصف بالمية بيعطوه ايهن نقدي كلهم؟ هادي بالسوق السوداء لا اذا عندو مثلا مئة الف دولار بالبانك بدو يسحبهم على الليرة ما رح يعطوه ايهن دهب اصلا ما بحولولو ايهن على الليرة وبعدين تيسحبهم مش رح يسحبو ايهن طبلكين كيف بدو يشري دهب فيهم؟ ايه الحال صفا بدو يرجع يروح على بياخد شك على السوق السوداء شك بالدولار بياخد شك بالدولار وبياخد مقابيله تلتو بيعطوه مثلا سبعة وثلاثين بالمية منهم يعني من الميت ألف بيعطوه مثلا تلتين ألف بيعطوش سبعة وثلاثين يمكن خمسة وثلاثين سبعة وثلاثين بس سوق السوداء بس هادي هايدي 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 غير انوني بس عم بتصير كاش وبيشتري فيهم دهب هاو بريشتري فيهم دهب الدهب متوقع عنه يطلع بضي ينطر عليك كذا السنة بضي يطلع الدهب ممكن الدوب السعره هلا قرده طلع شي 80 بالمية بالـ 2020 بصير بدل ما يكون خسرها 70 بالمية بصير خسرها مثلا بصير خسرها مثلا بصير خسرها 5-30 بالمية نص وبالكي ما طلع الدهب على القليل يكون حافظ على اليوم يعني الدهب بيطلع بده يطلع شوي على القليل شوي متوقع بسنين الجاية لا يعني أصرها ما نحلل عالميا لأنه أمريكا عم تطبع كتير دولارات عملي عمليت الكتلة النقدية كبريت لما بتقبل الكتلة النقدية بالدولار تنخفض الدولار وبيطلع الدهب اليوم اليورو متوقع كمان يطلع طلع صرنا اليوم 1.21 يعني الواحد يبدو الدولاراته باليورو أحسن في أمل يطلع بعد اليورو نعم يعني هاي دي سهل بروع البنك بقولوا حول ليهم من الدولار عاليورو نعم بحول ليهم هلا نرجع من قول هون بس كمان محجوزين وكمان محجوزين بيطلعوا بدي سيارة عم يعمل عم بورصة هون بس يطلع جاية بيع محجوزين بيطلعوا بدي سيارة عم يطلعوا يطلعوا كمان نفس الشيء بقصة الدهب تنقول والبيتكون هلا ممنوعة يحول على بورصة بورصة بيطلع برا مصرف لبنان بيمنع ولكن فيه يشتري يحول أمواله على شركة تتعامل بالأسواق المالية هاودي الشركات هن بيتعاملوا مع بورصات عمليات مشفرة ها بدي يكون واحد يعني بده ما بيعرف كيف تدي هادي اكيد صعبة بده واحد يعرف فيها بده يسأل مستشارين فيها فيه إمكانية بعد أسهل كمانا هادي بيقدر من لبنان يعملها إذا ما عنا قدر يشتري بشركات هي اليوم فيه كتير توجه عند الشركات العالمية يلي قبل كانوا رفضين فكرة البيتكوين اليوم صاروا مقتنعين بأنه هادي عم تحفظون عموالهم شو عم يطلع عندهم ريزيرف بروفيزيون اخدينا احتياطات هالشركات منها شركة سكوير منها شركة أوفرستوك منها مايكرو المهم أنه فيه عديد شركات هادي عم توظف أموالها بالبيتكوين وبالإثيريوم فيه يشتري أسهم هادي الشركات يعني فيه شركة منهم اليوم طلعت بخلال شهر تشرين الثاني طلعت مية بالمية دوبل سعرها لأنه طلع البيتكوين فيه كمان شركتين غيرها طلعوا بنسبة معينة كمانا خلال هالسنة بمجالات عادية وهو فيك ترجع تسيرهم إذا بدك هاو ساعد البدن فيهم بيعون هيا بس بني يفتحوا فيها حساب بره يعني المصرف الاستثمار اللي بلبنان فيهم نروحوا اللي عنده يوضعوا الدولارات النقدة وهو بيشترينهم إياها ما نستشيرك لك هادي أمور صعبة بدها شو فرق بين البيتكوين والإثيريوم يعني أيها أحسن البيتكوين هي عملة تعتبر بيسموها ديجيتل جولد يعني مثل الدهب الإلكتروني تستعمل للدفع بالمستقبل ما كتير عم تستعمل للدفع ولكن بالمستقبل عم تستعمل للدفع وللحفاظ على عملية الإثيريوم هي عملة مشفرة تعتمد بالعقود الذكية سمارت كونتراكت شو هي العقود الذكية حتى ما كتير نعقدها للمستمعين العقود الذكية رح نوصل لوقت سير مسامباك تشتري شقة بدباي شفتيا على الإنترنت كبسة زر العقود البيع بيكون المضى معناتها المضى والأموال تحولت إثيريوم لأنه إثيريوم هو تحولت صارت بحسابه للزنمة والشقة صارت مسجلي باسمك بلحظتك هاي دي البلوكشين اللي عم اشتغلوا عليها هاته بدباي اليوم بدون كتير يحولوا الدولة إلكترونيا إلى بلوكشين بدون يعتمدوها يعني بعرف أنه اللي عم يشتغلوا على الموضوع فإذن بهالعقود الذكية العقد يعني اليوم بد ما جيبوا كونترال محمين طمضة ورجع رح سجلوا بالدوير ماشي بكبسة زر العقد موجود مجرد ما كبسة هزر أنت كأنك مبيت هاي دي يعني ممفت هاي دي بتستعمل عملية الإثيريوم وبالتالي بتعطي من هون أهمية عملية الإثيريوم أنه فيك تستعملها أنه بتستعملها بكل هالمبادلات التجارية رح تصير هي أهم بس البيتكون كما فيك تستعملها البيتكون كما بسعلي لتحوير تبيع وتشتري فيها نعم الإثيريوم بعد بتقدير بس بعد يعني بعدها بالبداية ما هيك بعدها ببداية صار عمره البيتكون صار عمره عيدوله لعشر سنين لا الإثيريوم الإثيريوم صار عمره شي أربع خمس سنين بعد ما وصلت يعني لهالشير عم تحكي عنه اليوم مثلا امتها 600 دولار كل إثيريوم ومتوقعين لتطلع بعد مجلات أربع خمس أضعاف خلال فترة قصيرة يعني هايدي اللي بيقدر يشتريها بتحقق له أرباح في السنوات القادمة نرجع منقول كمان حتى لا يؤخذ علينا أي شي هايدي بورصة بالنهية بتطلع وبتنزل البورصة وتحليل البورصة هي أدى البروبابيليتي أدى احتمالات الصعود مقبل احتمالات الهبوط نحنا كمحللين منقول احتمالات الصعود أكتر من احتمالات الهبوط عايدة لعملة هلا تحليل البورصة ما هذا بيعرف بس بالحقيقة ايه أكيد بالنهية بس دائما بنا نقارن بالوضع اللي نحنا فيه ما هذا هي بتشوف في وين موجودين نحنا مثل واحد بدو يزد حاله بس المهم ما يزد حاله كيف ما كان هذا هي وقدها خسر بدو يجاري بيعوضهم بهذا الشيء يعني هاي دا الاحتمالات الموجودة حاليا يعني بين ذهب فضة اليوم مثلا الفضة أنا بتقدير رح تطلع أكتر من الذهب بس الفضة عندها مشكلة انه ما فيك تشتريها اونصات لانه الفضة بديك تشتري بكميات تصيروا يحرزوا تيشحنوه من بره بتصير كلفتح عالية الفضة بديك تشتري تشتريها كعقود فضة عبر شركة عبر المصارف الاستثمار يعني بتنشرها بره ينفتح حسابة بينما الذهب بتروح عند هون جوهر جيم تيري لو بدي قونسي الذهب نعم يعني بنستنتج في الخلاصة من حديثك دكتور فادي خلاف انه موضوع الاموال بديك بدي نطول بينا كتير 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 او لولادنا يعني لولادنا المشكلتنا انه أنا ما نمسدق بس في ناس بده تصر يعني في ناس بتصرف منن يعني تنقول معايش وصار معايش يسمى معايش كفي بيسحب على تلاتة تلاتة تسعمية وبكفي يعني اللي يياكل هو هاكي رح يصير يعني بدو يدل معك شوية سيولي لتاكل الاموال الوداق الموجودة بالمصارف برأيي أنا رح يدفعونا إياه هون على تلاتة 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 تسعمية مقصتين ومقصتين مقصتين وبقول انه وين الخطر وهون بنرجع يمكن للمقارنة اللي عملته أنا بين هلأ هالفترة وفترة التمانينات في فترة التمانينات طلع رغم انه انه القطاع الخاص كان بعده ماشي حاله طلع الدولار من الثلاث ليرات واربعة وسبعين عالالفان وسبعمية وخمسين طلع اكتر طلع يعني سبعمية وخمسة وثلاثين ضعف طلع اكتر بعشر سنين سبعمية وخمسة وثلاثين ضعف اذا بتضربية بألف وخمسمية وين بيصير بالمليون طيب يعني اذا بديصير في ارتفاعات على الدولار وبقدر بديصير هالارتفاعات خلينا حتى ما نكون احنا عم نعطي ارقامنا من عنا خلينا نقوله الـ IFC اللي هي تابعة للبنك الدولي مقدرة انه سنة تجي هون فيها نعطي ارقام لانع مسؤولية لـ IFC انه سنة تجي الدولار سيكون بـ 14500 عطيو هالرقم هنا انا تحليليتي بتقول انه اوكي ممكن ساعتها بس المشكلة المشكلة اللي بدأت تعترض للمنانية اذا بقيوا يعطون اياه بالبنك على 3900 والدولار بالسوق الصودة بـ 14-15 شو صرتها بتعطوية بعشرة بعشرين بالمية من قيمتو كيف بدأوا يعيش كيف بدأوا يعكون يعني الشغلة الحقة هلأ عشر تلاف رح يصير حقة تلاتين الف وبعدك عم تعطيها انت عم تلات تلاف تسعمية فاذا ساعتها بدأوا يضطر المصر في المركزة وهي دي بقول انا يضطر ما بعرف يرفع توقعاتي ساعتها بدأوا يضطر يرفع متل ما صار بمصر لخمسين بالمية من السوق الصودة بدأت تتأرجح قيمة المنصة يعني سعر المنصة ما بين 40 و60 بالمية من السوق الصودة يعني كل ما تسحبك تنصر بس مصري يعني لازم ساعتها اذا عامل الدولار بالسوق الصودة بالـ 15 ألف 16 ألف او 13 ونص أو 17 يعطيهم بالبنك عبين 7000 و 8000 ليرة نعم سير سحبهم وهيكي رح يصيروا يسحبوا العالم باللبناني لك معنى وديعة اوكي انت ما في شي بيقول انه نحن مجبورين نعطيك يا بالدولار تفضل بالليرة منطبع ليرة ومنعطيك لما طبعنا ليرة شو عملنا ضخمنا الكتلة النقدية ودفعنا معي شيء ما ننسى عم ندفع مشهد الدولة وغيرها ورجع قبل الدولار رجعنا طبعنا وعطيناك الفرق وننسى انه عم نخسر فويد كمان كنا ناخد فويد اكيد بس عم قول انه هون رح ندخل بها السركل في سيوبة الدوامة هايدي يلي رحكون صعب نطلع منه وللأسف انا ما نشيخ شيء في المخرج غير انه انتظار البترول بالالفان وسبعة وعشرين الفان وثمانة وعشرين تنقدر نستخرجه ونسوقه يعني المشكلة من هلأ لواقته شو وقدا بيكون صارت ديوننا وين بيكون صارت الدولار وين بيكون صارت الفقر والجوع ايه انا ما بعرف بقول انه الناس خافي من سنة لالفان وواحد وعشرين وللأسف وللأ لواقته رح تبقى الطبقة السياسية كمان هايدي الله بيعرف بس اللي اللي باقي ميت سنة مش صعب عليه بعد يضل خمس ست سنين وعشر سنين وعشرين سنة هايدي للأسف نحنا كشعب رغم كل هالمصايب كما تكونونا يولى عليكم للأسف يعني ما فينا نحنا نتنصل كشعب لبناني من مسئوليتنا بوصول هالحكام كمان نعم بس في اليوم يعني مش كل الشعب وعي فيه فيه جزء عم نشوف عم بصير في وعي لانه على الوجع الواحد بيوعه انا متخوف كتير من سنة الالفان وثلاثة وعشرين تلاثة وعشرين نعم صوري بالالفان وثلاثة وعشرين انه استعملوا الاحتياطة الالزامة خلص استعملوا الدهب خلص وصلنا على الالفان وثلاثة وعشرين ما بقى معنا شي صوري ما يصير انتخابات نيابية يكون في حكومة تصريف اعمال بالالفان وثلاثة وعشرين نوصل على الالفان وثلاثة وعشرين ما في رئيس جمهورية ونحنا معاودي ناعدش سنتين بدا رئيس جمهورية نوصل بالالفان وثلاثة وعشرين ما معنا ورائرش نوصل بحزيران بيخلص المانضاء طبع حاكم مصرف ابنان بحكومة تصريف اعمال ما فيك تعاين حاكم مار البلد يعني باش في بلد بسنة لالفان وثلاثة وعشرين قصة صعبة كتير رح تكون اه ان شاء الله يكون غلطان بعرف عبقتي انا انا عبقتي لا لا انا عبتحكي منطق لا انا عبتحكي منطق لا انا عبتحكي منطق شمال الوقائع بتوصلك لهون الا الا اذا صار في يعني حدا نقدر يزيح السلطة سياسيا يعني الا اذا صار في تطور سياسي ما اه او شعبي ما شعبي سياسي بده يمشو سواب رأيي لانه شعبي شفناه ورجع اختارته على امور بده يصير فيه متغيرات اقليمية عالمية اللي قادر عم تحكي عنا اذا صارت هالمتغيرات ومع طورات شعبية بلك انشاء الله الله بيلهمنا ونطلع من هالدول انشاء الله نحنا بدي اشكرك دكتور فادي خلف الخبير بالاسواق المالية على هالحلقة اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان مش انه خوفنا بس خلي العالم تعرف يعني ما رشي بس خلينا اقول كلمة نحنا كذبوا علينا عشرات سنين لو عرفنا الحقيقة من قبل موصولنا لدرجة صار اذا واحد بيقول الحقيقة بيقولولو متشائم لا خلينا اقول الحقيقة تل العالم تعرف شو عملوا فينا حتى بلك بيتحركوا اكتر واكتر صح انا بدي اشكرك دكتور فادي خلف اهلا وسهلا فيك بصوت لبنان بدي اشكر زميلي سيف ماضي على التنفيذ كانت معكم الان زغيب عيسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة